محمود عقود اللعيبة بتاعت الزمالك هل في جديد في قصة تجددها سريعاً وهسأل قصة جلال عن الأهلي إذا كانت عندك معلومات بخصوص في أربع لعيبة نادي الزمالك هتنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لاتنين الشباب سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه وحارس المرمة محمد صبحوي حمزة المسلوسي حيث مع عكب حمزة المسلوسي ما عندوش مشكلة تماماً أنه يجدد عقده مع نادي الزمالك ولكن هو اشترت التأدير المادي هو شايف أن فيه لعيبة بتلعب زيه وبتشارك أساسي عقدهم أكثر منه مديم في حمزة المسلوسي مرحب بتجديد عقده مع نادي الزمالك ولكنه اشترت التأدير المادي محمد صبحي دي اللي أزمة هتواجه إدارة نادي الزمالك وخاصة إدارة الكورة أمير مرتضى الفترة اللي جاية محمد صبحي باصص لمحمد عوات محمد صبح زي ما أنت عارف هو الحارس الأساسي لنادي الزمالك منذ فترة طويلة جداً وعواد يلتزم دكة البدلاء وعواد يستحق حارس مرمى كبير يستحق أكثر من ذلك بكثير محمد صبحي لما ضحى بالكتير وجهه منفرقه ونادي الزمالك عقده ما بيتعداش يعني الاثنين مليون تلاتة مليون فمحمد صبحي مش هيوافق بقل من سبعة تمانية أو عشرة مليون جنيه في الموسم الاثنين الشباب يوسف أسامة نبي عقده الحالي مع نادي الزمالك تمانين ألف جنيه خلينا أقولك نادي الزمالك عرض عليه مليون ونصف رفض تماماً يوسف أسامة نبي في جلسة هتجمعه بينه وبين أمين مرتونا منصور إليام اللي جاية مش هيجدد للزمالك باقل من خمسة مليون جنيه يوسف أسامة نبي نفس القصة سيف فاروق عفر عنده عرض من برامز يوسف أسامة نبي عنده عرض من برامز سيف فاروق عفر برضه بيأخد نفس القصة تمامين ألف جنيه تباً هيجدد للزمالك ولكن برضه في حدود تلاتة أربعة مليون جنيه أخيراً أستيبس جلال عن الأهلي ودي السؤال الأخير ومن ضمن الاهلي في اجاز هل امام عشور محتمل في الزمالك او في الاهلي امام عشور كان جماعاته جلسة مع بعض زملاء في نادي الزمالك هنا في ضغشور عند اخونا الوينش ودونجا وفتحوا معاك كلام هتروح الاهلي فقال لهم لا انا عايز اكمل في الاحتراف مشكلة امام عشور انه يظن ان كرة القدم مثل كسيرين المستطيل الاخضر فقط امام عشور مشتغلش عناص بشكل كويس في اللغة ده عمله يعني جدار بينه بين الزمناء وبينه بين الجهاز الثاني هو عايز يمشي قال لك انا عايز اشوف النادي تاني الفكرة من انت لازم تبقى فهم ان فيه آليات وادوات للاحتراف مش مجرد انت لعيب كويس وبس لا باستغير مدربين يا سيد جلال هو اللي عمل ازمة كل مرة كل لعيب في مصر المدرب اللي اقتنع بيه فاجي لفترة جي امام عشور منتخب مصر رجع من المنتخب راح لقى مدرب جديد قال له لا انت باي باي مع السلامة المدرب على فكرة هو الابعدة كل مرة لعيب واحترف بيتقال نفس الكلام يا جماعة امام مش متققل الجاع والتاريخ كل مرة بتقال نفس الكلام انا فكرة ان انا لاعب في الاهل او في الزمالك والحنين يقولك الحنين الوطن او المرض الحنين الوطن لا فكرة الحنين للشغرة ايه اللي عامل كده ببعض لعيب الاهل والزمالك مع انه ميتلند بيعملوه معاملة المشهور ده ما بيسيبوش بوست غير لما بينزله في صورة الامام والله يعني ممكن عموما انا بشكركم شكرا جزيلا وسيد احمد جلال الناقض الرياضي الكبير